موسيقى تنعقد اليوم وغدا الموافق للرابع عشر والخامس عشر من جويليا الجاري بالعاصمة الزمبية الوساكا وبحسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية الأربعاء فإن رئيس الدبلوماسية الجزائرية سيكون مرفوقا بوزير الصناعة الصيدلانية أشغال الدورة ستعرف حسب ذات المصدر ونقشة العديد من المسائل خاصة ما تعلق بإحلال الأمن والسلام في القارة الأفريقية وكذا التنمية والإدماج تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع قرار لتمديد الحضر المفروض على التصدير غير المشروع للبترول بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا لمدة خمسة عشر شهرا حتى الثلاثين من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين ويدعو القرار جميع الدول للأعضاء في الأمم المتحدة للامتثال الكامل لحظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول ويدعو كذلك جميع الدول للأعضاء إلى عدم تدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم الصراع كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاقي وخف إطلاق النار لقي تسعة مدنيين على الأقل مسرعهما ثلاثاء في هجومين مفاصلين نسبا لمتمردي القوات الديمقراطية المتحالفة في شمال كيفو وإيطوري بشرق الكونغو وثقا لما أفادت به مصادر محلية الأربعاء وأسرح رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في مدينة بيني أن المدنيين الستة الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين 14 و90 سنة في سياق أكد المتحدث باسم الجيش أن الوضع تحت السيطرة في الوقت الحالي أكدت تسع دول أوروبية استمرار تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك لغياب أدلة تثبت بأنها منظمات إرهابية على حد تصنيف الكيان الصهيوني لست من هذه المنظمات غير الحكومية هذا وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية الموقف الأوروبي كما أكدت أن المنظمات الست لها مصداقية وتعمل ضمن الأطور القانونية الوطنية والدولية ولها دور محوري في المجتمع الفلسطيني وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أولى محطاته في جولته إلى الشرق الأوسط وفيما أكد بايدن بحث دعمه المتواصل لحل الدولتين كأفضل طريق لضمان المساواة والسلام للفلسطينيين والمستوطنين حسبه فإنه لم يجد حرجا بالمقابل بإعلان عمل واشنطن على تعزيز أبن الكايان الصهيوني خاصة ما تعلق بمنظومة القبة الحديدية كما جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضه وحذف الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب وقال بايدن إنه سيلجأ إلى استخدام القوة كملاذ أخير لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وفي المقابل قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده سترد بقوة على أي تحرك يستهدف استقرارها صوت عضاء مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن وقاموا بهذا القرار الذي يدوم عاما كامل ويأتي قرار المجلس بعد مدولة بين الدول الخمسة دائمة دائمة العضوية والأعضاء العشر غير دائمية العضوية غداد إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن نهاية الموجز وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر